دوليا وفي المغرب فضيحة أخرى تدوي في قطاع العدالة احتجاجات عارمة بالرباط بعد الخرقات التي طالت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامات وما شابها من تزوير وتلاعب في نتائج الامتحان الشيء الذي أكدته التنسقية الوطنية للأساتذة حاملية شهادات العليا في خرجاتها الصاخطة والمنددة بالوضع المخزي خاصة بعد توجيه سؤال إلى وزير العدل المغربي من قبل نائب بالبرلمان اتهمه فيه بتزوير النتائج والمحسوبية التي أجازت أبناء السياسيين والشخصيات النافذة على حساب الممتحنين البسطاء وسط صمت مطبق وتجاهل رهيب للنظام المخزني المتغول